اشتركوا في القناة ومطرده المباشر الزوراء العراقي بالتعادل مع العربي الكويتية بهدفاً لمثله في المباراة الثانية لحساب المجموعة الثالثة نهدي هذا الفوز لسعادة الشيخ عبدالر بن خالد وعلى جميع منتسبين نادي الرفاع الشكر يعني غير وفي كلمة شكراً غير غير ما توفي لاعبين أمانة مجهود جبار نستحق نستحق التآهل يعني على الظروف اللي احنا كنا نمر فيها نستحق التآهل الحمد لله خطوة طويناها نشتغل حق الدور إن شاء الله اليوم الشباب كلهم ما قصروا كانوا قد المسؤولية وكانوا قد الثقل لعطان الجهاز الفني والإداري أعتقد اليوم سونا كل شيء في المباراة أهداف سيطرة استحواد فالحمد لله رب العالمين على الفوز وعلى التآهل برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نابل أول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية واختتمت بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي يقيمت على مدار 18 يوماً بمركز أرضي المرحة وذلك بتنظيم من الاتحاد البحريني للبولينج وشهد حفل الختام الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين حيث توج بلقب مسابقة الرجال في اليوم الختامية اللاعب الكويتين محمد عبدالله الذي كسب الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول بعدما تفوق في المباراة النهائية على مواطنه علي حيدر حسم فريق المدرسة البريطانية أهلو للدوربع النهائي عن المجموعة الرابعة من بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية لكرة القدم والتي تقام بتنظيم من وزارة التربية والتعليم ليرافق البريطانية بذلك فريق الرفاع الشرقي متصدر المجموعة الذي كان قد حسمت أهله مسبقاً وتمكن فريق المدرسة البريطانية من تحقيق الانتصار على سانت كريستوفر بستة أهداف دون رد مستغلاً فوز مدرسة الرفاع الشرقي على مدرسة أحمد العمران بخماسية نطيفة حقق المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المركز الثالث في الترتيب العام لفائة العمومة بعد أن حصد ثلاث ميدالية ذهبية وميدالية فضية ضمن منافسات بطولة العالم لفنون القتال المختلطة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في الفترة من العشرين حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي بالعاصمة الألبانية ويعد هذا الفوز حافزاً كبيراً للمنتخب الوطني في تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل القادمة وبخاصة بطولة آسيا الرابعة التي ستحتضنها المملكة خلال ديسمبر المقبل ضمن فعاليات السبوع بريف الدولي للقتال 2023 السلام عليكم جزٍّ جزٍّ اشتركوا في القناة